السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت اليوم معنا جهاز جديد بعمل عن طريق الزيواف من شركة اسمها هوم سير هذا الجهاز وظيفته غريبة وقاليت عمله غريبة ممكن ما يكون مناسب للجميع لكن مش غلط نعرف انه فيه هك جهاز متوفر بالأسواق هذا الجهاز 3 في 1 حساس حرارة موجود في الجهاز وسماعة انذار نفس الوقت سماعة انذار صوتها خفيف وسنسور للإضاءة هذا السنسور وظيفته انه يقرأ الإضاءة الإيدي الموجودة على الأجهزة اللي ممكن انها تنبهنا لعطل معين او لحاجة لتدخل معين بهذا الجهاز طبعا رح نجربه ورح نفهم هذا الموضوع بشكل أوضح الآن هذا الجهاز طبعا متوافق مع سمارت تينجز ومع هوبيتات ما بحتاج مع هوبيتات أي دي بايس هاندي لأرى وإيشي مباشرة بدخل على الجهاز وبيعمل بشكل ممتاز مع سمارت تينجز حاليا هو بعمل مع التطبيق القديم وطبعا احنا بنعرف أنه التطبيق القديم رح سمارت تينجز رح تلغيه ورح نتحول للتطبيق الحديث طبعا محتاج ديفايس هاندي لأرى فأكيد الشركة رح تطور الديفايس هاندي لأرى عشان ترجع تخلي هذا الجهاز متوافق مع سمارت تينجز وتطبيقها الحديث هذا الجهاز طبعا ممكن تشغيله عن طريق تلت بطرييات تريبل اي أو عن طريق مايكرو يو اس بي شاحن هاتف ممكن تشغيله عن طريق هذا الشاحن طبعا فيه مدخل للسنسور ممكن شراء السنسور الموجود أمامنا اللي هو حسس للإضاءة أو ممكن شراء سنسور بديل عنه اللي هو سنسور تهريب الماء طبعا الجهاز ممكن تعليقه على الحائط عن طريق الول مونت الموجود الآن أمامنا ممكن تثبيته بالبراغة أو عن طريق الدبل فيس وطبعا في عنا كمان قطع الدبل فيس لتثبيت السنسور على الأجهزة اللي احنا حابين أنه نقرأ الإضاءة الموجودة عليها خلينا نجرب الجهاز مع بعض ونشوف أليه العمل رح ناخد مثال على جهاز إزالة الرطوبة الموجود أمامنا هذا الجهاز بزيل الرطوبة مجرد ما يصير الخزان الخاص فيه فل بضوي إضاءة في أعلى الجهاز رح نشوفها الآن مع بعض وضعنا السنسور على الإضاءة اللي بتنبهنا أن الخزان فل طبعا إذا كان الخزان فل أو فتحنا الدرج تبع الخزان مباشرة الإضاءة هاي بتضوي فأنا رح نستخدم طريقة فتح الدرج مباشرة رح نبهنا الجهاز ورح نتبهنا أليكسا على أنه الخزان فل وبحاجة إلى أنه نفرغ هذا الخزان خلينا نفتح الدرج الموضوع طبعا باخد حوالي الخمسين ثانية لحد ما الجهاز يقرأ الإضاءة عشانه على البطارية لو أنه مربوط بالكهرباء مباشرة بقراءها بشكل مباشر وسحنا مشغلين الآن على البطارية فرح أنا أسرع هذه المدة الان رح نغلق الدرج عشان تضفل إضاءة طبعا هندل حكس على السيستم بعد ما فهمنا ألية عمل الجهاز خلينا ندخل نتفرج على الجهاز من داخل الهوبيتات رح ندخل على ديفايسز ونديفايسز رح نروح على الجهاز مباشرة ونضغط عليه من هاي الشاشة بإمكاننا أن نتفرج على الإعدادات الخاصة بالجهاز ومنها كمان بيظهر لنا البطارية ودرجة الحرارة زي ما نبين معنا على يمين الشاشة الآن طبعا فيه إعدادات ممكن نتغيرها على الجهاز بإمكاننا أن نحن نحدد نوع السنسور المربوط على الجهاز هل هو وتر سنسور ولا لايت انديكيتر سنسور بإمكاننا أنه إحنا كمان نعدل حساسيته للإضاءة طبعا هو بي جي هاي باي ديفولت وعننا كمان بإمكاننا نطفي صفارة الإنذار الموجودة على الجهاز طبعا بإمكاننا نطفيها ونخليها تنبهنا بموضوع آخر أو تنبهنا على أمور أخرى غير الإنديكيتر لايت بإمكاننا كمان نعكس آلية عمل الجهاز الجهاز بنبهنا لما يصير عنده إضاءة وما بنبهنا لما الإضاءة تتحول إلى أوف بإمكاننا نعكس هاي الآلية خلي الجهاز ينبهنا لما الإضاءة تتحول إلى أوف أو لما تتغير لونها حسب نوع الجهاز اللي احنا مركبين عليه الحساس على سبيل المثال راوتر بدي ينبهني انه الانترنت فصل مثلا الراوتر بمشي بآلية معكوسة تماما بتكون الإضاءة هاي مضاءة بتتحول إلى مطفية عند انقطاع النت مثلا فأنا بحول آلية عمل الجهاز بعكسها بخلي انه ينبهني لما الإضاءة تتحول إلى OFF وما ينبهني لما تتحول إلى ON مثلا فبإمكاني اني أتحكم من الجهاز حسب الحاجة واللزوم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو يكون هذا الجهاز له استخدام عنكم لايك وسبسكرايب للقناة السلام عليكم